لاحظنا أيضا تحقوت الذي حكم عليها وهو رجل أعمال ولد من فراغ وصار من مليار ديرات الجزائر اتهم او يحيى في المحاكم الذي حكم عليه ب16 سنة اتهم او يحيى بأنه طلب منه رشو والحقيقة أن تحقوت هو نبوذج على هذه المرحلة مرحلة البتفليقية التي صنعت رجال أعمال من فراغ بلا أن على الفسد إذن في هذه الصراعات وتحقوت هنا نقطة أذكر أن بعضهم عندما سجن تحقوت كانوا يقولون بأن فطر معين فقط من أجل تهديئة الشارع ويعودون وما زال هناك من يرى من الذين يرون ويدفعون إلى المواجهة واستمرار الاعتصامات وحتى وصلوا إلى الدعوة إلى العسيان المدني ضد السلطة القائمة يرون أيضا نفس الشيء يرون بأن ما يحدث إلى يحيى والجماعة هذه هي مجرد فقط تخدير من أجل تفويت الفرصة الجزائرية للتغيير وأوياحيا كما ترون هذه الأحكام كلها التي سلطت عليه وهو أيضا فقرات نفسه يرى نفسه في رحلة استشاسير تناول أيضا هناك نقطة تجدر الإشارة إليها أن هناك من تحدث أن أوياحيا قد توفي المعلومات المتوفرة لدينا أن أوياحيا كما تم تأكيده نقل إلى المستشفى أوياحيا أعلن أنه مريض بالسرطان معناها أنه كان مريض من قبل ولم يتم الإعلان عنها من قبل إعلانه عن هذا الأمر في المحكمة يدخل في إطار آر محاولة استعطاف طرف معين طبعا هذا الاستعطاف يدخل في إطار ما يسميه هو الاستشهاد السياسي أعتقد بأن المعلومات كما قلت أيحيا لم يتوفى لا هو ولا سلال ولا شيء أنه في رحلة علاج وهو وضعه الصحي ليس على ما يرام وقد ظهر حاله في الجنازة إضافة إلى حزنه على شقيقه طبعا وأمر آخر ظهر في المحكمة وهناك نقطة ملفتة للانتباه أنه في ظهوره التلفزيوني عندما تحدث عن الاستشهاد السياسي بتلك العنجهية المعروف بها أويحيا ونحن نعرف أويحيا كيف كان يتعامل مع النواب في البرلمان والشيء الذي لا تعرفونه أنه كان يعامل المسؤولين بطريقة بشعة يشتمهم يسبهم يهينهم يهينهم بطريقة لا يمكن تخيله ولا يجرأ أي وزير كان تحت إمرة أويحيا أن يتحدث عنها لأنها تعتبر مهينة لذاته أمر آخر كيف كان يعمل رجال الأعمال من يريد أن يلتقي مع أويحيا كيف يدفع الأموال للواسطة ويحيا وكثير من أموال طائلة تصرف من أجل أن يجل الساعة مع أويحيا أويحيا لما تحدث بهذا كان يلبس نفس الزكت التي لبسها مؤخرا في المحاكمة تبعه التي قال فيها بأنه لو يعود به الزمن إلى ذلك الوقت سيتخذ نفس القرارات معناه لم يندم على ما قام به خلال هذا الفطر ولن يندم أبدا ويرى نفسه أنه ضحية صراعات عصب وليس ضحية فساد منظومة حكم هربت المال العام ودمرت البلد